يعني في البداية عايزين نعرف من حضرتك طرق التوعية من السكتات الدماغية وإيه هي أصلا السكتات الدماغية يعني إيه الأعراض اللي لما تحصل أعرف أنه الشخص القدامي بتحصل له دلوقتي سكتة دماغية التعبير بتاع سكتة دماغية تعبير مزبوط جداً هو تعبير منضابط جداً طبية سكتة دماغية يعني كهرباء كده وأنا رحت منزل الزرار بتاعها لتحت فالحاجات اللي في المكان طفت تلفزيون طفا نور طفا فيش اللي كان فيها الشاحن بتاع الموبايل دي راحت كل حاجة فجأة سكتت علشان حصل مشكلة في الشوريان عندنا تعبير طبي اسمه دراماتيك هيحصل الحكاية دي in a very dramatic way يعني هتحصل فجائية جداً علشان الشوريان ماوصلش الدم للمخ طب هو ماوصلوش ليه للمخ علشان يا إما فرقع فحصل كتلة من النزيف فالجزء اللي كان حيوصله الدم ده ما رحلوش دم وبقى فيه كتلة نزيف أو علشان هو قفل وحصل فيه جلطة فما بقاش رايح دم للجزء ده علشان ما تغزاش بالدم الكفاية فانقطع الدم عن الجزء ده فبقى فيه سكتة دماغية نتيجة نزيف في المخ أو نتيجة جلطة في المخ الجلطة غالبة يعني احنا بنتكلم في نسبة أكتر من 85% 87% الباقي لو كان نزيف لتنين اسمهم سكتة دماغية جلطة يعني انقطع الدم نزيف يعني الشوريان ده فرقع وحصل نزيف في المخ طب هل ممكن لو تأثيره جزئي يفضل الإنسان عايش؟ ولا هو خلاص الموضوع منتهي؟ لا فكرة ان الإنسان حيبقى عايش آه حيبقى عايش بس على حسب بقى على حسب هو أنهي شوريان اللي تقفل بيغزي جزء يخص إيه؟ يخص حركة يخص الكلام يخص مراكز الحياة في المخ وكمان الدرجة بتاعة إغلاق هذا الشوريان هو اتقفل قدية انت قلت دلوقتي حاجة بتاعة الدقاية هي فعلا الحكاية حكاية الدقاية طب لو هو قصة كلها هم فعلا من ثلاثة لخمس دقاية طب هو لو قصة كلها من ثلاثة لخمس دقاية طبعا نعالج الناس دي ليه؟ لا نقدر نعالجه وتقدر تخليه عيش بقية حياته أو تقدر تقدم له خدمة طبية تخليه عيش بقية حياته بشكل كويس وأكد ما حصلش حالة يعني حتى لو تعليقا على كلام حضرتك قلنا لو هو جزء مثلا الشوريان المسؤول عن إيصال الدم للحركة وتوقف لكن الإنسان فضل عايش ينفع نعالجه بعد كده والدم يوصل لو كان فيه جلطة أو نزيف علجنا هذا الأمر ويقدر الدم يوصل تاني لنفس المكان ويرجع يتحرك بالعلاج الطبيعي ويرجع يمشي عادي تاني؟ اه اه يدر وده فايدة اليوم ده ان احنا نوصل للناس فايدة العلاج طرق الوقاية أصلا من ان الكلام ده يحصل طبعا في الأول لكن لو حصل ايه فايدة العلاج ايه فايدة ان احنا نتحرك بسرعة مش بس توعية للناس لكن توعية لان القصة دي لان نتيجة يعني ضرورة ان احنا نتحرك فيها بسرعة توعية لكل الخدمة الطبية مش بس ده كاترة ده كاترة والمستشفيات والمسعيفين وكل الخدمة الطبية اللي بتقدم الخدمة للمريض ده ازاي ضروري قوي ان انت حتقدر ترجعه وترجعه بكفاءة لحياته كويسة ايا كان السكتة دي اصابت انهي جزء في الدماغ يعني حركة كلام اي حاجة نقدر نعليجها